رامي جبر مراسلنا ينضم إلينا الآن من واشنطن ليطلعنا على هذه الأنباء بمزيد من التفاصيل رامي ما الذي يقال أمريكيا فيما يخص موجة الحرائق التي اندلعت مرحبا أحمد حتى الآن الوضع كارثي والبيت الأبيض أعلن أو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت منطقة ماوي في جزر هواي منطقة كارث وبدأ بالفعل الجيش الأمريكي وقوات الحرس الوطني في التحرك إلى هناك لمساعدة المتضررين في عمليات الإجلاء والإغاثة حتى الآن هناك 36 قتيلا على الأقل جراء حرائق الغابات في حصيلة مرشحة للزيادة وبشكل كبير أيضا هناك أكثر من ألفي شخص في الملاجئ أكثر من 11 ألف شخص تم إجلاؤهم من منطقة ماوي وهناك أكثر من 270 منزلا لن أقول تضرروا ولكن سووا بالأرض بسبب النيران النيران أحرقت كل شيء الصور التي تأتي من منطقة ماوي تظهر وكأنها كما قال شهود العيان منطقة حرب وكأن هناك قنبلة ضخمة انفجرت في المكان كله النار لم تترك وراءها أي شيء الناس بالكاد استطاعوا الفرار بحياتهم كانوا كما قلت في الخبر كانوا بالفعل يلقون بأنفسهم في المحيط هربا من النيران الكثير منهم لم يستطيعوا أن يحصلوا على متعلقاتهم أو يأخذوا معهم أوراقهم أو أي شيء فقط هربوا بحياتهم وقفت رحلات الطيران بالكامل إلى هواي رغم أنها كما نعلم من أشهر المناطق السياحية في الولايات المتحدة بل في العالم وأصبحت خطوط الطيران تتحرك فقط في اتجاه واحد مغادرة جزر هواي إلى البر الأمريكي الرئيسي لنقل السياح الذين كانوا علقوا هناك أو السكان الذين أرادوا أن يذهبوا إلى البر الرئيسي الأمريكي ربما يكون لهم أقارب أو ربما يكون لهم منزل هناك يسكنون فيه حتى يعرفوا ماذا سيفعلوا بالفعل الإدارة الأمريكية تحركت وكان هذا متوقعا وأعلنت المنطقة منطقة كوارث لكن ما الذي أوصل الأمور إلى موجة حرائق بهذا القدر من الصعوبة كما تصفه هرامي؟ بدأت حرائق الغابات وأنت تعلم أن حرائق الغابات ليس لها حتى الآن سبب أو محرك رئيسي محدد في كل العالم من ما حصلت في كندا أو كاليفورنيا أو في أستراليا قبل ذلك وكانت كارثية لا أحد يعلم بالضبط ما هو السبب أو المحرك الرئيسي ولكنها بسبب رفع درجات الحرارة ووجود غابات كثيرة وأشجار كثيفة وتجف هذه فروع هذه الأشجار وتبدأ في الاحتكاك فيما بينها فتتولد النيران بهذا الشكل العشوائي ثم بعد ذلك ما زاد من انتشار هذه النيران هو سرعة الرياح النتجة من الإعصار دورا الذي كان للصدفة السيئة بالطبع يهب على جزيرة ماوي أو كانت جزيرة ماوي في مساره في ذلك الوقت سرعة الرياح ساهمت بشكل كبير في انتشار النيران على نطاق واسع جدا وأصبحت تنتقل من مكان إلى آخر ومن منزل إلى آخر ومن جسم إلى آخر حتى أنها كانت تصيب القوارب والسيارات وبها خزنات وقود فتنفجر خزنات الوقود وتسبب نيرانا أكثر بل إنه في بعض المناطق وكما ذكر شهود العيان انفجرت محطات وقود بأكملها بسبب وصول النار إليها مما أدى إلى أن هذه المنطقة أصبحت بالفعل وحرفيا أرضا محروقة هذا مستوى كاريكي من الخسائر الذي تخصيه رامي ضمن هذا العرض لكن هل هناك أي تقدير لأن تهدأ موجة الحرائق الجارية هذه أو على الأقل أن تكون العواصف أقل فيكون انتشار الحرائق معها أقل ربما إذا هدأت العاصفة دورا بعض الشيء أو على الأقل تحركت إلى مكان آخر ربما تهدأ النيران قليلا ربما هناك بعض الجهود الإنقاذ ومحاولة لإطفاء النيران ولكن في الحقيقة الجهود قليلة جدا وضعيفة جدا مقارنة بحجم النيران الصور حتى الآن حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها الصور القادمة من جزيرة ماوي في هواي النيران لا تزال مشتعلة في المنازل لا تزال مشتعلة في السيارات في الأشجار في كل شيء النيران لم تهدأ بعد ولكن ربما إذا ما هدأت العاصفة قليلا ربما يسهم ذلك في القدرة على الأقل لقوات الإطفاء على إخماد بعض النيران الهم الأول الآن للإدارة الأمريكية وإدارة الطوارئ هو عمليات الإجلاء هناك حوالي ألفين شخص الآن يقبعون في الملاجئ بالإضافة إلى إجلاء أحد عشر ألف شخصا خارج الجزيرة سواء في مناطق أخرى آمنة في هواي أو مناطق أخرى في البر الأمريكي الرئيسي وهذا هو الآن الهم الأول لمحاولة الحد من تزايد عدد الضحايا والذين بالتأكيد كما قالت وسائل الإعلام كثيرة إنه سيرتفع عن رقم الستة وثلاثين الذي أعلن حتى الآن أخيرا رامي إحصاء أو تقدير حجم الخسائر على المستوى الاقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة لهذه الولاية هل سيكون من المبكر الحديث بشأن بعض هذه القضايا وقد تكون محورية أو مفصلية بالنسبة لعدد كبير من المتضررين أو الذين اضطروا إلى مغادرة الولاية لا يزال بالفعل الوقت مبكرا للحصول على إحصاء دقيق بالأرقام لحجم الخسائر ولكنه حجم خسائر كبير جدا نحن نتحدث هنا عن أكثر من مئتين وسبعين منزلا وهي بالتأكيد حصيلة أيضا قابلة للزيادة نحن نتحدث عن عدد كبير أيضا من الشركات وعدد كبير من المتاجر والمحال والأعمال التي أيضا دمرتها النيران هناك أيضا حديث عن سيارات وقوارب هناك حديث عن احتراق بنى تحتية وشوارع بل أحياء كاملة نتحدث عن أحياء كاملة احترقت الخسائر في الحقيقة يعني تقديرها ربما ليس هناك تقدير دقيق ولكن التقدير الأولياء تحدث عن مليارات الدولارات وبعض المراقبين وبعض الخبراء قالوا أن عمليات إعادة الإعمار لهذه المناطق قد تستغرق سنوات قد تصل إلى عشر سنوات ربما حتى تعود هذه المناطق كما كانت في السابق إذ أنها تدمرت تماما نعم إلى هذا الحد وربما أكثر من ذلك أيضا ولا أحد يعلم متى يتوقف ذلك شكرا جزيلا لك رامي جبر على الهواء مباشرة كنت معنا من العاصمة الأمريكية وواشنطن أشكرك شكرا جزيلا